بداية الأخبار الليلة من تونس التي لم يتوقف الجدل فيها حول الدستور الجديد وما أثير حوله من ضجة خاصة بما تضمنه لصلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية حتى دخلنا في جدل جديد حول النسخة المعدلة من مشروع الدستور الرئيس قيس سعيد تحدث قبل ساعات عن أخطاء في نسخة مشروع الدستور الجديد الصادرة في 30 يونيو الماضي أي قبل أيام لتصدر النسخة الجديدة والتي تضمنت تعديلا شمل عدة فصول سنتحدث عن أبرز ملامحها في الفصل الخامس الذي أثار الجدل الأكبر والمتعلق بمقاصد الإسلام كانت النسخة الأولى تتضمن تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى دولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام في النص المعدل تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى دولة وحدها أن تعمل في ظل نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام أي أنه أكد العمل في ظل نظام ديمقراطي من بين الفصول التي أثرت جدلا أيضا الفصل المتعلق بالحقوق والحريات والذي طرأ عليه تعديل حيث نصت النسخة الأولى على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتدى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو حتى الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الأداب العامة في منصة النسخة المعدلة على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتدى قانون ولضرورة يقتضيها من جديد نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو دفاع الوطني أو الصحة العمومية أي أنه حذف كلمة الأداب العامة باعتبارها فطفاضة وتثير قيودا على الحريات وأضاف الإضافة المتكررة لضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي كذلك هناك تعديل في الفصل 60 المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان في النسخة السابقة لم يتم تطرق فيه على طريقة انتخاب البرلمان في النسخة الجديدة تم التأكيد على أن انتخاب البرلمان سيكون حرا وعاما وأيضا مباشرا